من ضمن قرارات اتحاد الكورة على سبيل المثال النهاردة تحديدنا باشواندس الاتحاد أعلن تعيين الكابتن حسام البدري مديراً فنياً للمنتخب برح كان فيه جلسة في اتحاد الكورة عملوا تصويت اختاروا الكابتن يهاب جلال مدير فني للمنتخب وأعلن القرار وتم الحديث حوالين التشكيل النهاردة حدث تراجع في القرار وفي التصويت وتم تسمية الكابتن حسام البدري مديراً تصويت مرة أخرى هل تعتقد أن صدر قرار مبرح ولا كان الاتجاه لا هم اجتمعوا وصوتوا وخدلك وما أعلنوش القرار لكنه النهاردة تم تعيين كابتن حسام البدري فهلفوا المجلس بتشكيل جهاز المعاون والعرض على مجلس الإدارة لإعتماده كابتن حسام هو اللي هيشكل وانا تمنى احنا يمكن لما تكلمنا فيه كل السادة المدربين الكبار اللي كانوا مرشحين كابتن حسن شحاتا كابتن حسام البدري كابتن حسام حسن وكابتن نهاب جلال وقلنا وأكد المعاون السعادلة على كده أن كل واحد منهم له حيثياته وله جدرته بتدريب المنتخب لكن ما نتمنى أمو أنه قد تم الاستقرار على كابتن حسام البدري ومدرب كبير تترك الفرصة الكاملة له للتشكيل لأنه أنا بدأت أسمع النهاردة مدام جبته حسام البدري من النادي الآلي يبقى حطوله جهاز معاه من الزمالك ده كلام لا يستقيم أبدا لو جبت كابتن حسن شحاتا ابن نادي الزمالك ورمزه الكبير هو اللي شكل جهازه زي ما كان بيحصل كابتن الجوار يشكل جهازه مفيش مدير فني ما شكلش جهازه بالظبط عشان نتكلم على مشاكل ونرجع نتكلم بالظبط ممكن ممكن ما يبقاش عنده الفيتو ما برضو عشان نشرح الحتة دي اه انا هقولي شكل جهازه يعني مش معنى كده ان اللي يقوله لازم يمشي النمع على الأقل مفردش عليه حد بمعنى ازاي يعني الدين يا سي دي التلات مدربين انت موافق واحد منه مشتغل معك مدربين عموم او اسمين فهم ازاي يعني اد الاتحاد برضو فرصة انك انت الاسماء دي من ضمنها اي حد انا موافق عليه لكن تقول فلان يا بلاش وفلان يا بلاش وفلان يا بلاش لا هي مقبولة من الاتحاد وبرضو ممكن يبقى فيها نوع من الضغط على الاتحاد يعني بقى التوافق هو اللي مطلوب تملي انت لما تقول لحد انت تملك الحرية وهو كمال اللي يدي لك مساحة من الاختيار يعني انت تيجي تقول له والله فلان وفلان اي واحد منه ما انا موافق بالترتيب فلان افضل لو في اعتراض عليه يبقى فلان كده الاتحاد يقدر برضو يبقى عنده مساحة من لو عنده اعتراض على اسم لاسباب موضوعية لا يفرض عليه احد في نفس الوقت الاتحاد لا ينبغي ان نفرض احد خالص على الجهاز الفني بالزبط خالص يا جماعة المدير الفني زي الدكتور جراح داخل قط العمليات بيختار الكسط المساعد معاه المساعدين اللي معاه دول هم اللي بيساعدوه هو على نجاح افكاره هو فارجو نحن نفهمه تعودوا على لغة بعض على طبعة على فكرة بعض على طباع بعض على شخصية بعض الطباع اهم حاجة يا سيد طباع ده في الجواز يبقى ولد زالفول وبنت زالفول والعلتين هايليت وكله بيحبوا بعضه وتيجي ما تنجحش لاختلاف الطباع مش لأي حاجة تانية عشان كده لازم ان نتخلص من فكرة التأسيم جبت اهلي يبقى لازم انت راضي تجيب من زمالك وتحاول تجيب لك فرض من الاقاليم احنا كده انت بتعرقل مسيرتك المدرب انت جايبه علشان تعيق حركته وإلا يبقى اداريا عندك مشكلة وكمان اللي هيت كونش لازم يكون عنده من الحصافة انه ما يبانش اه بالشلالية ما هي شلالية ولكن اه انا موافق خلاص احنا اتفاقنا على المدر بص مثلا الخواجات اللي عندنا كل مدرب اجنبي جاي وبقت سنة خلاص يمكن كنا الاول بتجيب مدرب اجنبي وخلاص وانت بتختار له الجهاز المصري المعاون معاه بقى المدربين بكل واحد المدرب المصري ما بيروح بره بيروح بالناس بتاعه بياخد المعاونين بتوعه يعني حتى كابتن حسام حسن لما سافر الاردن سافر مع الكابتن الجهري وهكذا بقيت المدربين فانت مبدئيا عايز تنجح حتى كابتن حسام البدري سيب له مطلق الحرية ان يختار معاونيه صحيح ان يبقى فيه توافق ويبقى فيه حوار لو فيه اختلاف على اسمه او غيره ممكن يبقى فيه حوار لكن لو اختلفنا في الامر ما رده للمدير الفني وإلا فانت جايب مدرب وبتحط له بتزرع له الاشواك قبل ما يتحرك والهدف ايه علشان اراضي بقيت الناس يبقى انت كده عندك خطأ في المفهوم انت فاهم المسألة غلط خالص انت معتبرها كعكة لازم ان كل يأكل منها وده غلط الفكرة ان احنا عايزين المدير الفني ينجح عايزين شوفوا الخطأ واتحجج به اه يقولك مرفع ليش ومقال ليش اه فقرر كمان الاتحاد اعتماد تشكيل اعتماد تشكيل لجنة الحكام الرئيسية كابتن جمال الغندور رئيسا كابتن ياسر عبدالرقوف والكابتن محمد فاروق وتامر دوري اه اعضاء لللجنة مجد رزق للكرة النسائية محمد عبدالقادر للكرة الشاطئية ومحمد فرج للكرة الخماسية واختار الاقسام المساعدة في لجنة الحكام الشؤون الادارية عزب حجاج رئيسا ومحمد معوض وجيم سحنة الشؤون الفنية وجيه احمد رئيسا وفاهم عمر وحمد القاضي وفريد سلطان ومهنة دابا اعضاء الشؤون المالية حسام طه والشؤون القانونية صلاح البر وسامي فاروق المعد البدني وحسامي الجهري للعلاقات العامة شكل كمان الاتحاد النهاردة الجهاز الفني لمنتخب الكرة النسائية واسند للكابتن حسين عبداللطيف مهمة المدير الفني لمنتخب الكرة النسائية ومعهم الصفة مونير مدرب عام وفايزة حيدر ومحمد محسن مدربين واحمد كمال مدير للفريق والدكتور وليد منظور طبيب ورحبطها مدير اداري واميرت ساعد ادارية ودكتورة هبطالة فتحي اخصائية للعلاج الطبيعي والكابتن باسم خيرة مدرب حراس المرمى بالاضافة الى الدكتور هناء فاروق اخصائية تغذية لجميع منتخبات الكرة النسائية دي قرارات اتحاد الكرة النهاردة وكان من دناها قرار مهم وان كان غير واضح انه اعتمدوا باشماندس شروط مسابقة كاس مصر عن المسلم الجديد 2019-2020 وما اعلنوش هي الشروط لكن قالوا ابلاغ كل الاندية بهذه الشروط كاس مصر بطولة مهمة جدا لانه كان المتبع في السابق اتحاد الكرة السابق واللي قابل منه واللي قابل منه عشان الاندية تاخد درجات تسمح لها انها تكون عضو في الجمعية العمومية تشارك في كاس مصر تدفع رسم الاشتراك اعتقد 5000 جنيه او 3000 جنيه كان فيه مراكز شباب اعضاء في اتحاد الكرة هما اللي بيدفعوا لهم الفلوس علشان ياخد هيلعب في الدور التمهيد العاشة بس هيا خليه اشتارك ودي له صوت هياخد الخمس درجات او العشر درجات المخصصين لمن يشارك في كاس مصر وبالتالي يبقى عوضوا في الجمعية العمومية اتحاد الكرة الحالي لاجنة المؤقتة الاصلاحية الحالية عندها هدف رئيسي تقويت حجم الجمعية العمومية وتنقيط الجدول انت بتتكلم بقى هنا معلش لحظة اه يعني بدأت بحذر بعدين امتديت تتدفق بمعلومات عايز اعرف دي معلومات ولا وجهة نظر ولا حد يعني اه تحدث فيها امامك لا لا معلومات طيب معلومات هناك اتجاه جاد كلام جميل لتنقية الجمعية كلام جميل بقى نقف هنا اللحظة اي لماذا لم تعلن شروط مسبقة كاس مصر للرأي العام لوسائل الاعلام كان مفروض وبعدين قدامنا دلوقتي قدامنا الخطاب اللي اتبعت للاندية بالشروط ونشرحها للناس عشان كله يلتزم بيها انما يعني هي مبعوطة للاندية بس ما تتكلموش وبعدين نبتدي احنا نبقى عارفين الاتجاه الاستراتيجي بتاعها او التوجه السياسي في اضاءة السياسة مش السياسة يعني سياسة ادارة الفطرة القادمة في كرة القدم معنا يعني يبقى شيء مش مفهوم يعني كانان بغي نكون دواب دا قدامنا ننقشه الحقيقة شروط الاندية يعني تقدر الاندية تتحدث ايه اللي وصلها من هذا الشروط وايه اللي هي معترض عليه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة